اشتركوا في القناة والطرفان عليه على ما يبدو مع سعي حركة حماس إلى التفاوض لوقف المعارك والتخفيف من جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني من جهة وحاجة تل أبيب لأعدة الأسرى والرهائن الملف الذي يلقي بثقله على حكومة نتنياهو وعلى الرغم من وضوح معالم بنود الاتفاق التي كشفت عنها مصادر لوكالة رويترز والتي تنص على وقف العمليات القتالية فإن إمكانية تنفيذ وقف القتال تطرح أسئلة بشأن إمكانية تقييد الطرفين فيها بعد توغل الدبابات داخل غزة فضلا عن ملف الرهائن والأسرى في قطاع غزة وعملية التبادل مع الأسرى الفلسطينيين من النساء والأطفال في سجون إسرائيل وهي ما ترسم ملامح تحديات كبيرة في التنفيذ والتطبيق وتظهر بشكل واضح من خلال الضغوط الداخلية على حكومة الاحتلال وتحديات أمام حماس من الناحية التقنية لتطبيق تلك البنود ويبقى مصر المنطقة الواقعة في شمال غزة التي باتت معزولة عن الجنوب بعد التوغل البري لقوات الاحتلال التي فصلت جنوب القطاع عن شماله يبقى الملف الأكثر تعقيداً فما مدى إمكانية إدخال المساعدات إليها وما مدى التزام قوات الاحتلال بإيصالها إلى أكثر من 800 ألف مدنيك تقتلهم الغارات ويرهقهم الجوع كل يوم وأمام هذه التحركات الواسعة من جانب أطراف عدة على رأسها قطر للوصول إلى تهديئة أوسع وأشمل يبقى التساؤل المطروح ماذا بعد الاتفاق وهل من الممكن أن يكون هذا الاتفاق طريقاً وفرصة لتسوية سياسية شاملة؟ ترجمة نانسي قنقر